أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخطر الميزان والأرض وضعها للأنار فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شاء فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماوات فكانت وردتاك التهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْقَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقسورات في الحيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقسورات فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ترجمة نانسي قنقر